ما أحلى تربيتك يا حضرة النبي وما أحلى الدروس اللي احنا بتعلمها منك من حقه يجرب ويغلط ومن حقه يجرب وينجح لو أنا كنت هنجحه ولو أنا كنت هفشله يبقى هو إيه لازمته هيبقى يعني بر هيبقى هو عبارة عن شاشة بعرض فيها تجاربي أنا مش هيترب ومعنى كده إنه لازم الأم يكون عندها صبر على أخطاء أولادها لو الأم ما عندها الصبر على أخطاء أولادها الأولاد هيتعلمه إزاي ولذلك بيبقى فيه تحدي كبير ما بين الأم والأولاد في فترة مراقع ولذلك دايما بنقول أني بخاف أن الأمهات يعملوا يعلموا الأولاد مفهوم الاستبياع فتقوله أنت إزاي أزنابت الزنب ده أنت كده ما بقيتش إنسان كويس أنت خلاص دعت ما بقيتش خلاص ابني اللي أنا باحترم ولا اللي بقدره فالوادي يقول له خلاص يستبدأ ويسيب المسألة ولا يبقى عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من اللي هو فيه ولذلك من أهم دواعم ثقة ثقة أولادنا في زواتهم وفي ربنا هو أننا ننشئ علاقة خاصة بين أولادنا وبين ربنا سبحانه وتعالى لازم نعلمهم أنهم بينهم وبين الله سر بينهم وبين الله معنى أن ربنا بيساعدهم على أنهم يبقوا أحسن الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله لازم الولد من هو وصغير يحس أن ربنا معاه ولازم نأكد ده على أولادنا فيه شوية اجراءات كده لازم نربي أولادنا عليه لازم عشان نقضر نخلي أولادنا في حالة ثقة بالله سبحانه وتعالى وفي حالة ثبات نعمل لهم شوية اجراءات كده لطيفة يمكن تخليهم أحسن وأفضل وأرقى مع الله سبحانه وتعالى ويسيبوكم من شوية الحاجات اللي إحنا بنعملها وإحنا كأننا بنجرب أولادنا أولادنا مش حق لتجارب أولادنا إحنا بنجرب معهم لكن هم مش حق للتجارب ربوا نفسكم وأولادكم على شهود النعمة كل يوم ربوا أولادكم على إنهم يشوفوا نعمة ربنا ربهم على إنهم يشعروا إنهم غرقنين في النعم مش لوحدهم على فكرة لما يعيشوا إنهم غرقنين في النعم عيحسوا إنهم مش لوحدهم وإزاي تعمل الكلام ده مش هتيك تقوله شوف غيرك اللي ما عندوش لا حسسه بقديه هو لما بيعيش بالنعمة دي ربنا سبحانه وتعالى بيخليه جميل وقاضوا مع أولادكم كل أسبوع اتكلموا عن اللي تعلمتوه واتكلموا كمان عن اللي تعلمتوه بشكل يخليهم يحسوا بنعمة ربنا عليهم واسمعوهم واشكروهم وامتنوا إليهم وامتنوا لأولادكم بالله عليكم ينفع واحد مننا يفضل قاعد حزين وعنده اكتئاب لما يتأخر عليه الإنجاب ولما يجي له ولد ما يمتنش للولد ده هو بيتحرك قدامه ما يقولوش أنا ممتن أن أنت ابني لأن ربنا دوقني بيك حلاوة نعمة الأبوة والله ما يحصل حاجة الأولاد لما يحسوا أن هم نعمة ربنا مش هيدلعوا لكن هايكون بينهم وبين ربنا علاقة محبة شجعوا أولادكم تاني حاجة شجعوا أولادكم على خدمة الناس وشاركوهم في خدمة الناس اعملوا معاهم أعمال تطوعية تخرج أجمل ما فيهم كل ما تعلموا أولادهم أنه خرجوا أجمل ما فيهم الأولاد دولا هيثقوا بالله سبحانه وتعالى لأنه هيشوفوا على قديهم إزاي ربنا بيودي الخيل وبيودي الخير وبينقذ الناس على قديهم علموا أولادكم أنهما كمان ما ينشروش على صفحاتهم الشخصية الأشياء السيئة ولا ينشروا على صفحاتهم الشخصية أي شيء بدون هدف لما ينكتبوا ولما ينشروا ما ينشروش الحاجات التفهى العبثية واللي بتخليهم يتخصم من إنسانيتهم ويتخصم من سيقاتهم وخاصة لو كانت الحاجات دي تخوف وتقلق وتخلق وتسخر من الناس فيزدادوا إحساس بأن الناس وحشة ويزداد إحساسهم كمان بأن الدنيا ما فيهاش أمان خليهم يفكروا قبل ما ينشروا حاجة ويخلوا السيشي الميديا مش هي اللي بتحكمهم كل ما خلتوا أولادكم يقدروا يتحكموا في اللي هينشروه كل ما سيقاته ما تزيد في نفسهم ومن الحاجات الخفية اللي بتأثر رابع حاجة اللي احنا لازم نشوفها الحاجات الخفية اللي بتأثر في Edition في ساقة أولادنا في نفسهم هو حرصنا وعدم تفوتنا أو تفرطنا في صناعة ذكريات حسنة معاهم وصناعة ذكريات جميلة تخليهم حسين إن احنا جنبهم وحسين إن احنا بنشاركهم ما ينفعش يبقى في حفلة نجاح لابني ما احضرهاش وأنا قادر أحضرها أو بطولة وما يسمعش صوته وأنا بنادي عليه عشان يكمل وينتصر وما ينفعش وهو حاسس هو وبيعية لأنه أزنى في حق الله سبحانه وتعالى ما يشوفش إيدي وهي بتمسح دمعتي وبتقول له الله سبحانه وتعالى بينادي علي وعليك وبيقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع خليكم جنب أولادكم أولادكم لو شفوكم جنبهم وحسوا بدعمكم ليهم هيشوفوا مدد ربنا وساعتما يشوفوا مدد ربنا مش محتاجين تكلموهما عن الثقة بالنفس لأن وساعتهم هيحسوا أن رجلهم راسخة على أرض الله سبحانه وتعالى وساعتها مش هيحسوا أنهم راسخين لأن الجاذبية اللي بتمسك رجلهم ومخليهم سبتة بيحسوا أن نعم ربنا متأ إلههم وبيحسوا أن ربنا سبحانه وتعالى واخد بأيديهم وساعتها هيكونوا من أهل الثبات ويعيشوا حياتهم بنور وبركة ورحمة وخير وجمال يا رب ألهمنا أن احنا نساعد أولادنا أن يعيشوا في رحمتك وفي خيرك وفي نورك يا رب وكمان علمنا احنا معهم أن احنا نقدر نكون سند ديهم ودعم ليهم عشان احنا كلنا نشوف مددك لقلوبنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة